نظم المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية بمقره بالعاصمة ندوة إعلامية تحت عنوان موريتانيا ما قبل وبعد القمة العربية وقد شاد مدير المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية سيد محمد سالم للده بقرار احتضان بلادنا الشجاع للقمة العربية خاصة أنها جاءت في مرحلة حساسة يعيشها الواقع العربي وثمن مستوى الاستضافة وتجاوز كل التحديات لإنجاح أعمال القمة كما تخللت الندوة مداخلات لعدد من الكتاب والإعلاميين وديبلوماسيين ونشاطاء المجتمع المدني تناولت في مجملها تقييم الجوانب التنظيمية والأمنية والإعلامية واللوجستية للقمة العربية وما تنتظره موريتانيا من مكاسب سياسية واقتصادية وديبلوماسية على إثر نجاحها في احتضان القمة العربية